السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مبدالمج احمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا كورس تعلم بناء تطبيقات الديسكتوب ابليكيشن باستخدام WPF وباستخدام لغة C-Sharp والنهاردة هنكمل كلامنا في الكورس بتاعنا وحناخد كده مقدمة عن لغة XAML او لغة الزمل فاخليكم معنا ايه هي لغة XAML او XAML لغة XAML هي لغة توصيف ماركب لانجوج اختصارا ليه XML ماركب لانجوج يعني ايه لغة توصيف يعني ايه ماركب لانجوج او لغة توصيف قصدي لغة التوصيف هي لغة عبارة عن سكريبت مش لغة كاملة ماشي عبارة عن انك بتوصف ليه ايه كومبيلر او مترجم ايه شكل معين او ايه وضع معين وبعد كده بتبعت اللغة XAML ديت او اللغة التوصيف ديت للكومبيلر دوت وبيترجمها ويبدأ يرسم بناء عليها شكل ما او 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 تصميم ما زي بالزبط الهتش تي ام ايل الهايبر تيكست الهايبر تيكست الهايبر تيكست الهايبر تيكست ماركب لانجوج اللي هي لغة التوصيف الاشهر لبناء مواقع الانترنت الهتش تي ام ايل ماشي اا وزي ال اكس ام ايل اللي هي اتبنى اا عليها ال اكس اي ام ايل وال اكس اي ام ايل ده تطوير مايكروسوفت عملته من ال اكس ام ايل وهي ال اكس ام ايل هي ابسط شكل للغة التوصيف عبارة عن تاجز ماشي كده او زي ما انتم شايفين تاجز هنا هوت او ممكن نكبر دي شوية تاجز وكل تاج بيبقى تحتي تاج تاني ماشي بحس ان ايه زي ما تقول كده ايه بيرسم شكل بيدي للكمبيلر اا فكرة عن شكل الحاجة اللي قدامه دوت يعني مثلا هنا حاطت لك فيه الويندوز عامل لك هنا اا اا اتريبيوتز بتقول ان هنا التايتل بتاعي اسمها من ويندوز الهاي اا ربعمائة وخمسين بيكسل والوايت تبنمائة بيكسل وجوا حاجة اسمها جريد اللي هو القلب بتاعه وحطينا فيه باطن ماشي المارجن بتاع الباطن هوت والااا ال pink وعرض الباطن دوت ايه 75 فهو اشوفو بيوصف شكل ما ماشي فالما تيجي تكتب وصف ليه الفورمال اللي هنا بتكتب الوصف دوت تحت هنا فيبدأ يظهر لك الفورما هنا زي ما انت شايفه اي فوق. التاج الرئيسي هنا عندنا هو التاج الاسمه ويندوز ماشي. اه التاج دوت دايما هيبقى واخد من حاجة اسمه اكس كلاس. الاكس كلاس دوت بيقولك ان هو ده الكلاس اللي شغال معاه الفورما ديت اللي هو اه النام بتاعه اسم البروجيكت بتاعنا دوت اسم ايه الفورما بتاعتنا ديت او دوت اسم البيج بتاعتنا ديت ماشي. ولو جينا هنا مسلا عملنا فيو كود هتلاقي هنا اسم هوت اسم الكلاس هوت ودي اسم اللي هو اسم ايه البروجيكت ماشي اسم البروجيكت هوت دوت ايه اسم المين ويندو وهتلاقي او اسم الكلاس بتاعنا دوت وهتلاقي اه جايب ليه ايه الويندوز بتاعنا ايه الويندوز بتاعنا اللي ايه ده الكلاس اللي ايه بيورس منه اللي هو system.windows.window. ده اللي هو النافذة او البيج بتاعتنا في ايه في البروجيكت بتاعنا اللي بيبقى فيه WBF. ده تركيب ايه الفورما. ماشي نرجع تاني للتركيب اه اساسا. هدي هنا دي صفحة ال xml. هتلاقيها مربوطة بصفحة الصفحة تانية اسمها windows.xml.cs. دي صفحة ايه? cs دي اختصار لي c sharp. فدي صفحة ال c sharp اللي مربوطة بصفحة بتاعة ايه? ال xml. قبل ما الاثنين كل واحد بيروح للكمبيلر بتاعه. ده بيروح للكمبيلر بتاع ال xml. وال c sharp بيروح للكمبيلر بتاع اللغة ال c sharp. وبعد كده بيزهروا كلهم ازا ايه? ازا ملفه واحد في النهاية. نرجع تاني بقى للمين windows.xml. xml. دي الحاجات دي بقى كلها دي عبارة عن classes dim spaces او abis. اه هو بيحطها هنا عشان خطر ايه? يعرف ال windows ديت ايه? اه شغال على انه ميلا جدا. ايه ابي اي اي يعني من اCheck to know she has aعت look لها حاجات اديمة تلاح جهات 2006-2008. لان اللغة ديت ما يعني ما فيهاش حاجات كتير للتطوير. هو بس ايه بيستخدمها لتوصيف الشكل وهو مش محتاجة تطوير يعني هي هي كده ممتازة جدا فهو بيستخدم الوسوم ديت او الابي ايز ديت اه كنوع من انواع التوصيف بس ليه اللغة بتاعته وكلها هتلاقيها مكتوبة بي اسكيمز ميكروسوفت دوت كوم اسكيمز اه اوبن اكس ام ايل فورماتس دوت ارج يعني الحاجات اللي هي ايه اه مع حقوق استخدام ال اكس اي ام ايل في ايه في البرمجة تاني حاجة البودي بقى بتاع الصفحة بتاعتنا هلاقيه في الجريدلي اوت الجريدلي اوت ديت هي المكان اللي بتحط عليه الكنترولز هنا هو اللي هنستخدمها في البروجيكت بتاعنا زي ايه زي البطن ده كده بالزبط شوف انا حطيته فين في الفورمة ديت ماشي واقدر حركه ايه ده هتلاقي القيم بتاعته بتتغير بتاع قيم المرجن بتاعته بحيس ان ايه يزبط في مكان ما ماشي طبعا احنا نسه هنتعمق اكتر في الموضوع ده والحاجات ديت بس خلينا عارفين لحد دلوقتي ان اي حاجة بحطها مسلا الليست بوكس اها الليبل وفي كل ما هحط حاجة هتتحط جوه ايه الجريد دوت ايميج مسلا ودي كومبو بوكس اي حاجة هتتضاف هتلاقيها اتضافت ايه جوه ايه الجريد دوت اه اللي هو البودي بتاع ايه الشاشة بتاعته تعالوا نمسح التولز اللي احنا حطناهم بالدراج ودروب دولت هتلاقيهم اتمسحهم من على الجريد وتعالوا نضيف بقى هنا ايه اه باطل ماشي كده هوت شايفين الباطل اللي حطناها تقريبا خد بساعة اه الشاشة كلها لان هو بيتحط فيه النص خلينا مسلا نقوله الارتفاع بتاعه الهايت بتاعه هيبقى مثلا المية والوايت بتاعته مية برضو ماشي فهتلاقيه موجود فيه نص ايه الشاشة ماشي انت طبعا ممكن تقدت الحاجات بتاعته اللي هي الهايت والوايت عن طريق هنا ماشي فيه انك تكتبه على طول دايركت فيه البروبيرتز بتاعته بس لو انت مش فاكر البروبيرتز بتاعته دي ممكن تخش على تقف عليه كده هوت انت وقف على البطل او هنا ماشي وبعد كده تخش على لوحة هنا اسمها البروبيرتز ماشي ممكن تحطها هنا تحت ماشي البروبيرتز ديت اهو مهي اللي فيها ايه كل حاجة عن ايه البطل دوت لونه من البراش الليه قوت هنا الهايت والوايت مسلا ممكن نخلي الهايت بتاعه مسلا مش مية نخليه خمسين بس شوف هتلاقيه قل هنا ويه كمان قل ايه في الشاشة دية ممكن فيه ادوات مساعدة كتير في البروبيرتز التكست مسلا اللي هو الفونت مسلا بتاعه اللي من استخدمه فيه نوع ايه حجمه بولدو اللي لقى ايتاليك ولا لقى ماشي ويه اه بعض الحاجات التانية الخاصة بيه ايه بيه البروبيرتز بتاعت ايه اللي تساعدك فيه تصميم البطل دوت ايه على الشكل الامسل وانت ايه شغال واللي حنا تداولها اكتر يعري فيه الحلقات الجاية بشكل مستفيد ايه اكبر ممكن بقى هنا ايه اكتب حاجة على البطل دوت اجي هنا هوت كده واقول له هنا مسلا هنا الكنتنت ايه هلو وورلد ويه كمان ممكن اطخق يعني اعمل ستايل شوية مسلا حط مسلا فونت وايت اه فونت وايت اخليه مسلا بولد فيبقى الهلو وورلد ايه يعني ساكلات سميك شوية الكلام اللي مكتوب ايه فيها ويعني اه اه ممكن اتحكم فيها اكتر يعني مسلا فوريكم ازاي ممكن نشتغل الحاجات دي اتعاب طريق ايه صفحة ايه الاكس اي ام ال تعالوا بقى نرجع للكود بهايند هنلاقي الكود بهايند اول حاجة بيبدأها هنا في المين ويندوز في الكونستراكتور بتاع ايه الكلاس دوت انشيلايز كومبوننت انشيلايز كومبوننت ده لو جينا عمالنا كده هو اه جوتو ديفينيشن عشان نشوف شكله ماشي حتلاقيه انه هو اه مجرد يعني زي ما تقول كده ايه ميسود اه بتعمل انشيلايز للكومبوننت دوت عن طريق انه هو ايه يقرأ الكود اللي فيه الاكس ام ايل فايل ويحوله ايه 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 الشكل اللي احنا بنشوفه اللي هو بتاع ايه الفورمز اللي احنا ايه واخدين ايه عليه ماشي فهتلاقيه هنا الا الانشيلايز كومبوننت اهوت هو بيروح يقرأ اللي هو الروسورس اه هو لوكيتور ماشي بيروح على ايه المين ويندوز اا دوت اكس ام ايل هو ملف الاكس ام ايل ويبدأ ايه يحلله ويربطه كمان بي ايه بي الملف اللي هو ايه المين ويندوز دوت اكس ام ايل دوت اا سي اس ومن ايه الفورمع بتاعتك. اه وهي يعني في ايه? في الرام تايم. و الى هنا بتنتهي حلقة النهاردة. ياريت الناس اللي عنده استفصال من اي نوع يسيبه في الكومنت سبوكس تحت الفيديو. واتمنى ان الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير والسبسكرايب. في النهاية اتمنى لجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي. والى اللقاء في الحلقات القادمة.